اشتركوا في القناة مرتبة ارادتها لصاحب الرقمين القياسيين العالميين واحسنهم على الاطلاق لكل الازمنة جزائر نوردين مورسلي ارادتها عملية صفو الاراء السنوية التي تنظمها ليايف لتعين احسن عداء كل سنة نوردين مورسلي وبصدر رحب قال بان هذه المرتبة تزيده ثقة في النفس خاصة وهو على ابواب اولمبياد اطلنطا ستين ودسعين وبانه سعيد جدا للبريطاني ادواردز ويعيد الجميع بمفاجآت في المواعيد القادمة من جانبها بطلة العالم في الالف وخمسمائة متر بيغوتبورغ السويدية الجزائرية حسب بولمرقى احتلت المرتبة الثامنة في هذه العملية وراكل من الامريكية جوان تورانس الارلندية سونيا او سوليفان الامريكية كيم باطن المزنبيقية ماريا موتولا البرتغالية فرناندا ريبيرو الكوبية انا في ديلا كيروت والاوكرانيا اينيسا كرافيت حسب بولمرقى تفوقت على صاحبت المرتبة التاسعة الفرنسية ماري جوزي بريك بثلاث عشر نقطة وعن ممثلة العربة الثانية السورية غادشوعة صاحبة المرتبة العاشرة بستة عشر نقطة الصحافة العالمية ايذن في عملية صبرارا لعام خمسة وتسعين اجمعت على ان البريطاني جونتون ادوارد صاحب الوثب الثلاثية التاريخية والرقم القياسي العالمي على انه خليفة مرسل للاعتلاء عرش احسن عداء لهذه السنة بمجموع الف وخمسمية وواحد نقطة ليثري سجله الذهبي بلقب ثاني بعد ان عينا احسن عداء اوروبي لعام خمسة وتسعين لدى سيدة العبل قوى شرف تجه هذا العام عاد لانيقة المسافات السريع على امريكيا جونتونس وهي اجمل هدية تقدم لها في عيد ميلادها الثلاثين على وقع تسفيقات نجم هذا العالم وتحت اضوى قاعة موناكو الكاشفة ترجمة نانسي قنقر